دكتورة أمنة هل حضرتك لما بتسمعي المناقشات حوالين خطاب ديني خطاب ديني معاصر خطاب ديني تقليدي أنا يعني ترامن لعقلك أحب أعرف رؤيتك إيه خطاب الديني السعد التنفيذ السمح الوسط الوسط أنا من تأملات العميقة جدا في حضارة هذا الدين وفي قيمه وفي سلوكه صلى الله عليه وسلم وفي رحمته ومودته مع الضعيف ومع المرأة ومع الفقير ومع اللي محتاج إلى آخره خلاني أعدت أكثر من عشر سنين في تأملات أثمر كتاب اسمه إنسانية الإنسان في الإسلام إنسانية الإنسان وأنا عنويني أختارها بدقة ده أكتب لحضرتك وهذه لحضرتك إنسانية الإنسان إنسان في الإسلام هذا جاي من كلمة الأنسانة الأنسانة أو الهيومينيست الهيومينيست الهيومينيز 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 ولذلك لما جاءت الآية الكريمة وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ بَنِي آدَمْ وَلَمَّا تَأَمَّلْتُوا كَنْ مَعَيَ أَحَدِ الزُّمَلَاءَ في الجلسة من الشيوخ قلت لهم أنا لم أجد في قراءات المتأنية المتأملة في هذا القرآن العظيم أي صورة تقول لك أو أي آية يَا أَيُّهَا المُسْلِمُونَ مالتوك قول إيه ما بيقولش كده أبدا يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ دي مدلول قطير يَا بَنِي آدَمْ يَا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ إني مؤمن أي مؤمن مؤمن بمسيحيته سبحان الله لكن ما بتتقلش مباشرة أيها المسلمون بتاتا بتاتا وده كل التأملات دي اللي دفعتني أكتب هذا الكتاب إنسانية الإنسان في الإسلام كيف أن الإسلام كرم الإنسان كإنسان أولا نعم ثم بعد ذلك ترك نعم يعني وأنا بستغرب للناس اللي متصورين نفسهم إنهم لهم سطوة أو سيطرة أو وصاية على البشر وأذكر مرة من هؤلاء القوم لما قلت لهم من أنتم إذا كان رب العزة وهو يحمل نبيه الكريم الرسالة ماذا يقول له ما عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين النبي المبعوذ بالرسالة الله ينبهه وإحنا أصبحنا يا أستاذ مفيد عندنا حب الوصاية على بعضنا البعض تمام بشكل يخنق الإنسان أنا لا أدري من أعطاهم هذا الصق من أعطاهم هذا الفرمان من أعطاهم هذه الوصاية سؤال من أعطى هؤلاء الملحدين هذه الظاهرة الجديدة عفوا المنتشرة الآن ولازم أكون واضح معكي وأقول لك منتشرة في قطاعات كثيرة بلايين أصبحت للأسر هقولك لي والله وده قلت هلو معدة مرات في الفضائية المصرية عندما قلت لهم والله ستبوءوا بإثم هؤلاء الأبناء والبنات اللي تركوا هذا الدين برحمته وبعظمتي وبحضارتي هتبوءوا بإسمهم من كثرة ما شددت عليهم لأني يا أستاذ تعتبر أنه أحد التشدد الطرق إلى الإلحاد التشدد دي نظرية منطقية إذا وجد التشدد وجد الإلحاد ده تاريخ البشرية أقولك كده أليس غريبا أن يأتي هذا الإلحاد في أعقاب حكم الإخوان المسلمين نعم أليس غريبا في تشدد لا أنا بالنسبة لي مش غريب مش غريب أنا بالنسبة لي واضح كل الوضوح لأن إذا وجد التشدد يوجد الإلحاد والنفر ليه أنا أقولها لك ببساطة لأن أنا فلسفة واجتماعوا عن نفس دي مشكلتي النفس البشرية لما رب العزة أقولك إيه ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقوى النفس اللي عندي واللي عند حضرتك واللي عنده كل البشرية متقلبة فيها الخير فيها الشر فيها الفجر فيها الإيمان فيها الحياء فيها السوء فيها الحسن كلنا نمتلك كل هذه الملاكات في أنفسنا ولكن تبدأ التربية والتكوين والتشكيل اللي يصنف دي يبقى كذا والآخر يبقى كذا إذن ونفس وما سواها فألهامها فجورها وتقواها فالنفس اللي في داخلي فيها الفجور وفيها التقوى تب نعمل إيه في دول نسبهم لأبجديات الآتية أن نبتعد عن التشدد أن نبتعد عن التجارة بالدين الإسلامي والدين المسيحي أي دين أسوأ شيء يفعله بن البشر التجارة بدينهم أيما العصور الوسطى تجريد بالمسيحية تمام وانقسموا وبقى فيه أرسوزوكسو كاتوليكو بروتستانتو مارون وغيره وغيره إذن أن نبتعد عن التجارة بالدين أن نبتعد عن التشدد أن نقدم هذا الدين بما جاء من قيم ومن رحمة ومن أمانة ومن فضل ومن فضيلة ومن حب ومن رعاية الإنسانية الإنسان أن نستدعي هؤلاء الأبناء مرة أخرى لا نرجمهم بالحجارة أبدا لا نرجمهم بالحجارة أبدا أبدا وأنا بحظر من هذا لا تكيلوا الكيل كيلين من بعد ما زهدتهم وجعلت نفسهم المتمردة ما أنا عندي نفسي متمردة برضو نعم وتيجي من وقت الآخر تقول لي إيه الهوسة بتاعتك دي يا شيخة بفوقي وعملي كذا وكذا فدول أنا عشان أساعدهم على نفسهم وعلى أنفسهم المتمردة اللي غاصد بيهم اللي أنتو هتعدوا وجاعوا دماغنا خدوا السلام عليكم وإحنا مش عايزين دين هم هم قالوا كده إحنا كيف نستعيدهم مرة أخرى إن إحنا نبتعد عن كل ما نفرهم وعلى رأسها التشدد دكتورة أمنى يسألك والغلزة والغلزة يسألك الآن مفيد فوزي المصري القبطي نعم هل النقاب فريضة؟ بتات بتاتا بتاتا وأنا دخلت في معارك في هذا الموضوع أنا عارف واندهش الحقيقة واسه يا أستاذ مفيد أنا لما تكلم كلام علمي والله لا عن حب ولا عن قر أنا بقوم بواجبي في حديث جميل أترعب منه يقول لك إيه يقول من علم علما وكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة فأنا النقاب شايفة كان تقس اجتماعي موجود في دول الخليج وفي دول تقس اجتماعي اجتماعي أنت بتقددي كده في النهاية أيوة وهقول لك بالنصوص دلوقتي انتقل إلينا نتيجة الهجرة الملايين من المصرين اللي ذهبوا إلى هناك نعم نتيجة اللي تجروا بالدين وعادوا بهذا الدين كتجارة زرعوا في أرضنا الطيبة البسيطة الوسطية جم وزرعوا هذا التشدد وعلى رأسه التشدد في المظهر للمرأة وده على فكرة انتقاس كله من احترام المرأة وأنها تصدق وأنها على فضل وأنها عظيمة دون أن تتخبأ هي عظيمة دون أن تتخبأ نعم تتخبأ لا أنا ممكن تبقى صاحبة فضل وهي مش مستخبية إذن التقس الاجتماعي اللي هو سائد في دولنا العربية وهذا حقوق وعرفة عنده وأنا يمكن بسألك السؤال ده لأنه دايما يأتيني في ذهني ولعلك لابد تكون يعرفا أنه توفيق الحكيم كان يقول أن باب المعرفة واسع نعم وعقول بعض الناس هي الضيقة طب أكمل لك نقطة عشان الناس اللي بتزعل مني فرصة مع صحبتك الجميلة في هذه الجلسة أقول الآتي قلت لهم يا جماعة أنا أتكلم لا أجرح أحد على فكرة عمري حد يقول أنه نصير جرحتنا ما عرفش نعم قلت لهم هذه العادية شريعة يهودية ارجعوا لسفر التكوين العهد القديم أصحاح ستة واربعين واربع وعشرين هتجدوا فيه أن المرأة اليهودية عندما ترمرت واسمها لا مارين وعادت إلى بيت أهلها تنقبت وتلفعت ارجعوا للتلمود التلمود ده زي السنة عنده تمام فيه شروحه المشنة والجمار أجد موسى بن ميمون هذا الحبر الفيلسوفي الفقيه الرائع نعم ولأنا أشرفت على رسالك اللي طالب عراقي على هذا الرجل نعم اللي يقول لك إيه المرأة اليهودية إذا خرجت إلى ردهة البيت دون غطاء الوجه والرأس تخرج من الشريعة اليهودية شوف التشدد تخرج تسقط عنها اليهودية غريب تعالى للمرأة القمحية ست مشهورة في السير في التلمود نعم لما يسألوها أنت جي إزاي ربيت سبع أولادك أحبار قالت لأن الحائط البيت لم يرى شعري شوف التشدد لا تب تسرحي شعرك إزاي مثلا يعني شوف التشدد حائط البيت لم يرى شعري وده قصة مشهورة اسمها قصة المرأة القمحية جه الإسلام ووجد النقاب متجزر بين القبائل في العهد قبل الإسلام بين اليهود وبين الجماعة اللي كانوا في القبائل المتجورين كما هو معروف في التاريخ سادت وتجزرت هذه العادة الإسلام لم يرفضه ولم يفرضه يعني شوف أنا في منتهى الدقة ما حرموش لم يرفضه ولم يفرضه ولم يفرضه الزي الإسلامي المحتشم المحتشم اللي هو إيه مواصفاته لا يصف ولا يشف ولا يرفط النظر والبس ما تشاء لأن المفروض ده دين كل القر اللي بيلبس بانطالون وعليه أميس واللي بيلبس كلابية واللي بيلبس عباية دي مفتوحة للمرأة بهذه المواصفات الثلاثة وبعدين أخر رشدة غض البصر ده في سورة النور آية 30 و 31 كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم هذه هي الرشدة الصحيحة أنا يعني معرفش ليه جاي لي أحساس أن أسأل خريجة المدرسة الأمريكية بأسيوت التي تربت على أيد الراهبات نعم إثنى عشر عاما نعم ما المزايا التي وجدتيها في المسيحية ربما لم يخطر على بالك أنا أسألك هذا السؤال أنا كتبت فيها مش ميخطرش على بالك تقولي لي إيه مزايا المسيحية؟ الطيبة المحبة البساطة البعد عن التعقيدات نعم أنا كم أحب السيدة ماريا أحبها حب لا تقل عن أمي العزيزة خديجة أحبها بفعل عارف لما تقول أنا بحب هذا الإنسان وقد إيه أشفق عليها لشيء ممكن ما خطرش على قلب مسيحي إن هي لما بشرت بالمسيح عليه السلام الخضة كامرأة تقولك أنا لم أكو بغية أنا إزاي يحصل لي كده؟ شوف أنا لما أقرأ هذه الآية أمسك دموعي بالعافية نعم شوف من كثرة حبي وإحساسي بالخضة اللي شعرت بيها نعم إنها تالت طفلة هيقل يعني لهم من كذا وكذا من النصات قالت كيف وأنا لم يمسسني بشر ولم أكو بغية شوف الآية دي أنا لما أتلوها في سورة مريم ما أقدر شامسك دموع نعم دكتورة أمنى نصير ماذا يهدم المؤسسة الزوجية؟ الأنانية الأنانية نعم هل الطلاق اللغزي والقصوة آه والقصوة هل الطلاق اللفزي جائز؟ جائز إذا كان يقصده ويعنيه وبكامل قواه ما لهو متعصب ولا هو متنرفز ولا حتى هل ضرب الزوجات جائز؟ لا أحبه ولا يأتيه الكريم ولا يأتيه الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا ما معنى الخلع في اللغة؟ الخلع يعني يقول لك أن يخلع الرجل سوبه أو ما يستره لأن المرأة هي سوب الرجل المرأة هي سوب الرجل؟ سوب الرجل آه ولذلك كلمة الخلعب لغويا أي خلع الرجل لسوبه أو لقميصه ماذا يهدم المؤسسة الزوجية؟ قالت هي الأنانية وعدم التقدير وعندما يظن كل طرف أنه على حق أو على صواب على الدوام قليلا من التنزلات تصلح البيوت كثيرا ماذا يهدم المؤسسة الزوجية؟ آه عدم العطاء من الطرفين آه أن الأتنين ما يكونش كل واحد فيهم أعايز يسعد التاني قبل ما يقق ويسعد التاني قال لي الدكتور مستشار الدكتور محمد شقيق حضرتك قال لي عبارة جميلة جدا قال لي أن تنازلات الصغيرة يمكن أن تكون أفضل فيها حياة الزوجين وتعمر البيوت تعليق؟ ده صحيح بس أنا شايفيها بصوة تانية إن أنا مش محتاج أتنازل أنا لو بحب الإنسان سواء بقى التوافيد أرفع صبعي واضح إن العند موجود لديك شفت قلت إيه؟ أنا مش مستعد أتنازل لأ مش تنازل تنازل يا دكتورة التهاج يجرأ إيه؟ وليه ما يبقاش عطاء؟ ليه ليه بنخليه بنسميه تنازل؟ الخطأ شيء بشري وارد موجود بس إحساسك دايما إنك عايز بسه ما يجبشي يتعامل يا دكتورة ابتهال وهو ماشي فبقصيبك الممدود لا بس أبدا إطلاقا أنا مش بقول له يتعامل بفقسي إذا أخطأ الدكتور محمد إنه قال لا 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 أخطأش إطلاقا هي صوتين متكاملتين يعني بننظر لها بصف زي ما تشوف صورة أكثر من جهة هل العناد أحيانا يهدم المؤسسة الزوجية؟ ممكن ممكن العناد يهدم المؤسسات لا بالتأكيد طبعا طبعا كيف استطعت الانتصار على جبال التقاليد في الصعيد؟ لا ده حدوتة حدوتة طويلة أوجزيها أوجزها في جمع وأنا بسألك لي يا دكتورة أمنا لو تلاحظي إن أنا بدخل فيما يمكن أن يسمى بزوارق النفس إن صحت العبارة بالضبط بتغوص إلي تمام وأكاد ألف بقاربي حول عقلك وقلبك أنا عريس أعرف منك وأكيد فيه سعوديات كثيرات محترمات جدا المرأة السعودية قوية جدا كيف انتصرت على جبال التقاليد؟ هو الانتصار ثقة أسرتي فيها أنا طول عمري ثقة الأسرة زي ما حضرتك قلت شكلك جاد نعم وقلت لك بعيدة عن الكآبة قلت لي آه تفاق نعم تمام آه فأنا ربوني على الجادة جدا وإلى هذا اليوم على فكر معرفش الهزار اللي شوفه قدامي ده معرفوش رغم إن أنا بسيطة ودودة مع الناس ولطيفة وحنونة وكل حاجة لكن معرفش أخرق قيدة الملة عن تقاليدي أن أنا الكلام أمزح بشكل معرفش يعني أنا شفت مبارح كلمة كده استفزتني جدا إن مثلا حد كده في أحد الصحف يقول إن الدكتورة كانت طلعة في إعلان عن قناة معرفش عمري ما يعرف الكلام حتى إلى الآن لما أحد يحب يخرجني من أكاديميتي معرفش أو لن معرفش يخرجت من أكاديميتك لكن مش من جديتك لتنين لتنين واحد لتنين قريبين الأكاديمية في علمي وفي قولي دي أكاديميتي أكاديميتي إن أنا لغتي حتى رغم إن أنا أبسطها لكن ما أقدرش يبقى عندي لغة فيها إسفاف ما أعرفهاش على فكرة حتى لو دعيت إلى اجتماع ما حشش إن ده جوي أحد أسر على طول هي ده جدتي أكاديميتي في لغتي موسيقى موسيقى